فإحنا عايزين نقول له يا عمر إنه ربعة ليست ملكا للإخوان الإخوان استخدموها للإرهاب لا إحنا حنستخدمها للبناء واليوم تم إطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام على ميدان ربعة هذا الميدان الذي خططف في محاولة لإسقاط الدولة أهوز زي ما أنتم شايفين هذه اللوحة المعدنية اللي تم وضعها واللي بتحمل اسم الشهيد المستشار هشام بركات اللي سمعتوا إليه من عمر أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوجه رسالة للمستقبل يبقى طفل أن يوجه رسالة إلى الإنسانية كلها أن مصر لا تهمش المرضى تدمجهم في المجتمع أن يرتدي عمر القوازي الجيش ده معناه أن إحنا بنطلع أطفالا بنعلمهم الوطنية ونعلمهم حماية الوطن بدلا من الصورة المشوهة اللي احنا بنشوفها للإرهابيين وهما بيطلعوا الأطفال بيحضروا كفانهم بتشوفوا أنتوا كفان الأطفال أو الأطفال وهم يحملون أكفانا لا إحنا بنعلم الأطفال ترجمة نانسي قنقر